أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية الريدة وقصيعر بساحل حضر موت فعالية احتفائية بمناسبة ذكرة أسس الحزب وأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والثلاث من نوفمبر واستعرض رئيس الإصلاح في المديرية الأستاذ حسن صالح الجريري المرحلة التي مر بها الإصلاح منذ النشأة وحتى يومنا هذا ودعا جميع الأعضاء والمناصرين إلى التمسك بأهداف ومبادئ الإصلاح وترجمتها واقعا ملموسة كما قدم في الفعالية عدد من المداخلات والمساهمات بهذه المناسبة حيث عبر الحاضرون عن تمسكهم بالإصلاح وأهدافه رغم الهجمات والتشويه المنظم للنيل منه